يهلا والله السلام عليكم ويهلا فيكم من جديد معاكم أخوكم مهند زاهري بهذا الفيديو راح أتكلم لكم عن كاميرا السوني الزي في ون مارك طبعا الكاميرا هذه صراحة جبارة بمعنى الكلمة كسعر كمواصفات كجودة كأداء كمميزات وإذا أنت كنت شخص تسافر كثير أو تصور وتقدم محتوى أو حتى تصور في لقات أو تصور منتجات وغيرها كثير فصدقني هذه الكاميرا هي المناسبة لك وأخيرا الحمد لله أقتنيت كاميرا السوني ZV1 Mark II الكاميرا اللي من فترة طويلة كنت بشتريها وأخيرا نزلت المارك II الإصدار الأفضل والمحسن من الإصدار الأول وصلت عند تفانس ميديا وشريتها من عندهم فالكاميرا هذه جدا ممتازة نتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل في هذا الفيديو طيب عشان ما أطول عليكم الفيديو نتكلم عن أشياء ما لها داعي فحنتكلم عن كل شيء يخص الكاميرا بإذن الله أول حاجة هذا كارتون الكاميرا زي ما تشوفه قدامكم راح نفتح الكارتون ونشوف المحتويات اللي فيه بشكل كامل أول شيء داخل كارتون الكاميرا حيكون موجودة الكتيبات وعوراق التعليمات والمعلومات كالعادة زي أي كاميرا ثانية بعدها حيكون موجودة الكاميرا نفسها بنحطها على جنب وموجود داخل هذا الظرف الصغير اللي هي الديد كات اللي تنحط فوق المايك بحيث أنه تصفي الصوت وما يكون فيه أصوات هوا على المايك وقت ما هي تسجل وآخر شيء موجودة البطارية نفسها من نوع البي اكس ون طيب زي ما شفتوا هذي كانت المحتويات اللي داخل الصندوق الآن نرجع ونشوف الكاميرا نفسها طيب أول حاجة راح نلاحظها إن حجم الكاميرا جدا صغير زي ما تشوفه قدامكم حجمها صراحة صغير تقدر تحطها حتى ممكن بجيبك فزي ما تشوفه الآن هذي هي الكاميرا فحطها في جيبي كأنه حاط جوال في جيبي حجمها جدا صغير ومناسب إنك تشيلها معاك وتأخذها بأي مكان وتصور في أي وقت وأي مكان طبعا الكاميرا هذه هي نسخة معدلة ومحسنة من الجيل الأول اللي هي الجيل الأول اللي كانت الزيت V1 التغيير اللي صار عن الجيل الأول اللي هو المايك صار مايك أفضل من الجيل الأول وصار فيه أوتو وتقدر تخليها تلقط الصوت سواء من الأمام أو من الخلف أو حتى يكون أوتو أو من الأمام والخلف مع بعض الاثنين على حسب وضعية التصوير اللي انت قاعد تصور فيها سواء سيلفي أو تصور شيء مقابلك مباشرة ومن التغييرات اللي صارت عن الجيل الأول اللي هو الجزء هذا اللي تشوفو قدامكم فوق صار على نفس البدي حق الكاميرا ما هي مفصولة وقطعة تحسها راكبة عليها مباشرة وأهم التغييرات هذه اللي صارت عن الجيل الأول اللي هو صاير منفذ الشحن في هذه الكاميرا يو اس بي تايب سي بحيث أنك تقدر تشحنها من أي شاحن تايب سي موجود عندك بالبيت مو شرط أن يكون مايكرو يو اس بي نفس الإصدار الأول كانت مايكرو يو اس بي فكان لازم تضيف مايكرو يو اس بي عندك في البيت أو في الشنطة بحيث أنك تشحن الكاميرا هذه بس فأخيرا صار تايب سي والحلو كمان أنك تقدر تشبكها مباشرة بهذا المنفذ على لابتوب مثلا وتخليها ويب كام والشي الحلو طبعا أن المنفذ هذا يسمح لك أنك تقدر تشحنها وتستخدمها تصور منها بنفس الوقت ومن الأشياء الحلوة أنهم نقلوا المونت اللي موجود بالأسفل اللي تحط فيه ترايبود أو الستانت كان بالسابق في الزيت في وين هنا يعني كان صعب جدا أنك تفتح هذا المكان وتطلع البطارية أو تطلع الذاكرة وتاخدها فكان في مكان جدا قريب من الباب هذا صار بعيد بحيث أنك تقدر تستخدمها بشكل أفضل طيب لو نجي نتكلم عن العدسة اللي موجودة في هذه الكاميرا طيب العدسة هذه 18-50 جدا مناسبة لما تكون على 18 ما أنت مسوي زوم وإنت قاعد تصور على سبيل المثال قاعد تصور فيديو فحتكون الزاوية جدا واسعة وتاخد أبعاد أكبر بحيث أنك مو شرط أنك تبعد يدك مرة بعيد أو تستخدم استاند وغيرها فيعني الفريم اللي بتعطيكها جدا ممتاز وفتحت العدسة 1.8 لأربعة طبعا الأولى كانت 1.8 لـ 2.8 وفيها 1 إنش سينسر وحيكون 20 ميجا بيكسل 20 ميجا بيكسل جدا كافية وممتازة نفس الكاميرا الأولى تقريبا ZV1 الكاميرا هذه راح تصور 4K على 30 فريم وحتى تصور Full HD على 120 فريم والأوتو فوكس في هذه الكاميرا جدا ممتاز والله من أفضل الكاميرات اللي تعطيك أوتو فوكس والتركيز الآن مو نفس ZV1 كان بس على الإنسان هذه تقدر تخصص فيها إنك تقدر تصور التركيز يكون على إنسان أو حتى على حيوان لو عندك قطوة مثلا وتبغى تصور القطوة هذه فبيصير فيه تركيز على القطوة هذه ويعدل الأوتو فوكس بشكل جدا سريع بس لازم تعرف إنه وقت ما تصور 4K بهذه الكاميرا راح يصير فيه كروب بسيط عشان يعطيك أفضل دقة وأفضل جودة والحلو كمان دام إنها كاميرا للفلوقات فحيكون دائم إن تقعد تصور بهذه الطريقة وتصور وتمشي ففيها Active Stabilization راح يعطيك مانع للاهتزاز وقت التصوير وأداءه جدا ممتاز ولكن لازم تعرف وقت ما تفعل Active Stabilization هذا راح يعطيك كروب جدا بسيط زي لما انتفاعل 4K والكاميرا زي ما قلنا العدسة هذي 1850 فحيعطيك زوم إلى 50 ولكن أيضا فيها زوم إضافي بعد الخمسين تقدر من هنا وقت ما تفعلت زوم أو تسوي زوم وانت قاعد تصور راح يصير فيه انفصال بسيط وقت التصوير يعني دقة كده إضافية عشان يعطيك الزوم الإضافي اللي بعد التصوير فهذي وقت ما انت قاعد تصور فيديو بنفس الوقت وقاعد ترفع الزوم على خير بعد الخمسين راح تحس فيها وقت التصوير والكاميرا صراحة فيها اشياء حلوة يعني من الأشياء الحلوة عشان تشغل الكاميرا مو شرط انك تضغط على زر التشغيل اللي هنا بس تفتح الشاشة هذي مباشرة العدسة راح تطلع وتشتغل الكاميرا عندك وتقدر تصور والشاشة الحلو اللي فيها انها راح تقدر تلف 360 درجة بحيث انك حتى وانت تصور سيلفي تقدر تشوف انت ايش قاعد تصور والتركيز وين بالضبط والحلو ان الشاشة هذي تتش بالكامل يعني مو زيت ZV1 الاولى كانت تتش بس عشان تسوي تركيز على نقطة معينة وقت التصوير لكن هذي تتش بالكامل تقدر تتحكم بكل الخصائص وبكل الاعدادات من خلال الشاشة بدون ما تضغط على الازرار نهائيا فصراحة اضافة جميلة انه تتحكم بكل شي تتش من خلال هذي الشاشة والحلو كمان فيها اضافات جديدة اللي هي اذا سحبت مثلا من اليمين لليسار راح تطلع لك خصائص جديدة تقدر تتحكم فيها وتفاعلها للتصوير وبنفس الوقت لو سحبت من تحت لفوق راح تطلع لك الاعدادات الاضافية اللي هي زي لما تضغط ال FN في الشاشة بحيث انك تفاعل بعض الخصائص الاضافية وايضا اضافوا فيها التحديث الجديد او المينيو سيستم الجديد اللي هو اسهل وافضل بكثير وجدا واضح في كل الخصائص وفي كل الاعدادات اللي تقدر تتحكم بالكاميرا هذه وتضيف اشياء المفضلة تتحكم بالعدسة بتصوير الفيديو بالتصوير الثابت تتحكم بحتى المحتوى وكيف انك تنقولها او تشبكها على جوال او على بي سي جهاز كمبيوتر مثلا وطبعا لما نجي نتكلم عن الزوم الحلو انهم اضافوا شريط موجود فوق واصل في الزوم وكمل عدسة صايرة قريبة عشان انت قاعد تصور فانت على مثلا ثلاثين مليمتر مثلا او خمسين وصلت للخمسين او بعد الخمسين الاضافة اللي قلت لكم عليها طبعا من الاشياء المميزة في هذه الكاميرا اللي اضافوها وهي السينيماتيك فلوغ مود اللي هو السين فلوغ طبعا هذا عبارة عن مود راح يعطيك كروب بالعرض بسيط لون اسود من فوق ومن تحت بدون ما تتعدل بالمنتاج بدون اي شيء ويحول الفريمات ل 24 فريم بيعطيك الوان سينمائية بدون تعديل للفئة المستهدفة والمصورين المتوسطين يعني انت راح تقدر تصور فيديو شبه سينمائي بسيط بهذه الكاميرا الصغيرة وبشكل جدا جميل فيها اكثر من وضع للالوان السينمائية بحيث انك تحدد وضع معين وتصور فيديو سينمائي بشكل جدا جميل ومميز والحيو كمان ان الكاميرا هذه فيها حاجة ما هي موجودة في الكاميرات الكبيرة او الاغلى منها بكتير فيها اندي فلتر مدمج بلت ان داخل هذه العدسة تقدر تفاعله برضو من الشاشة او من الزرار زي ما قلنا تفاعل الاندي فلتر وتخليه شغال او مطفع لحسب التصوير اللي انت تبغاه وفيها كمان من العددات تقدر تفاعلها اللي هي الكريتيف لوك هذه فلاتر بدل ما تروح حط فلاتر ومعرف ايش مو فلاتر زي السناب وفلاتر تغير الوجه وفلتر كلب والورود ومعرف ايه لا فلاتر تغير الالوان الوان بسيطة جدا ولكن من خلال الكاميرا نفسها رح تعطيك افضل اداء ممكن يعني ما رح تحط فلاتر بعد الفيديو لا وقت ما انت تصور فيديو رح تقدر تحط فلاتر بسيطة تغير من الالوان بشكل جدا بسيط وتعطيك جو حلو وقت التصوير على المنتجات والوضع هذا رح تقدر تصور المنتجات من خلال هذه الكاميرا بشكل جدا سهل يعني كل اللي عليك وقت ما انت قاعد تصور بالكاميرا ومخلي التركيز على العين بحيث انك انت قاعد تتكلم الفوكس يكون عليك مباشرة ورفعت يدك كده مثلا ما رح يلقط او رح يصير الفوكس على المنتج فاذا فعلت هذا الوضع حتى وانت حاط التركيز على العين مباشرة رح يتعرف على انه انت قاعد تتكلم عن منتج ومسوي زي كده ومباشرة الفوكس رح يصير على المنتج هذا وزر السي ون اللي موجود فوق هنا هذا رح يعزلك الخلفية مباشرة وقت ما انت قاعد تصور مثلا سيلفي وفي وراك مباني اشخاص ايا كان رح يعزلك الخلفية بشكل جدا جميل من خلال الكاميرا نفسها مباشرة الديت كات اللي موجود معاها داخل الكرتون في القطعة الصغيرة هذه البلاستيك اللي موجودة هنا بحيث انه انت تقدر مباشرة تحطها على الكاميرا بهذه الطريقة وكده مباشرة رح يصير المايك فيها الديت كات وثابت عليه بشكل جدا ممتاز وزي ما قلت لكم انه من اعدادات الكاميرا رح تقدر تصور تصويره ويلقط الصوت مباشرة من الجزء الامامي من الكاميرا او من الجزء الخلفي او من الجزءين يمين ويسار او تخليه اوتو بحيث انه يصير يسمع الصوت هل هو جاي من قدام او جاي من ورا ويغير الصوت تلقائيا بشكل اوتو الان انا مشغل المايك مخليع ticking الوضع اللي راح يلقط الصوت من الجهه الاماميه زي ما صور السلفي فالان قاعدة صور السلفي وقاعدة يلقت الصوت مباشرة من الجهة الامامية طبعا فيه هوا الجو ولكن الدد كات اللي موجود فيها راح يخفيه صوت الهوا طيب الآن أنا حولت الصوت من الجهة الامامية للجهة الحلفية وقاعدة صور السلفي فحتحسوا ان صوته مو واضح وبعيد فبقلب الكاميرا واؤاصل اني اتكلم زي ما تسمعوا الآن حتحس ان الصوت صار افضل ووضح والان حولت الصوت للآوطو بحيث انه يلقت الصوت مباشرة اول ما اتكلم سواء انا قاعدة صور السلفي راح يلقت الصوت من الجهة الامامية بيعرف اني قاعدة اتكلم والصوت قاعد يجي من الجهة الامامية واذا حولت الكاميرا للجهة الخلفية فهو آوطو راح يعرف اني انا الان قاعد اصور من الخلف فبياخذ الصوت من الخلف طيب لو نيجي للشي المهم هذي الكاميرا زي ما قلت لكم موجه المين الكاميرا هذي ZV1 Mark II موجهة للترافيلر للفلوغر لصناع المحتوى للاشخاص اللي يبغوا بي كام زي انا مثلا او اصور فيها فلقات عندنا قناة ثانية انا وفهد فاصور فيها فلقات فهذي انا اللي رح اعتمدها دائم اني اصور فيها فلقات والشي الحلو انه احنا دائم لما نصور فلقات نواجه الصعوبة انه الكاميرا اللي انا موجودة معايا مايك كبير بالاضافة الى العدسة فيها كبيرة والكاميرا كبيرة كلما رحنا مكان قالوا ممنوع تصوير فهذه الكاميرا تخيلوا بحجمها الصغير هذي انا بحطها بجيبي وما احد يدري عني فراح اصور في اي مكان ابغاه طبعا مش الاماكن الممنوعة اذا كان ممنوع تصوير خلاص طبعا في اماكن عادي تصور فيها ولكن ممنوع دخول الكاميرات او ما يسمح بدخول الكاميرات لأسباب ما عرف إيش ولكن الكاميرا هذه بحجمها جدا صغير حجمها جدا صغير يا ناس والله حلوة صراحة فبقدر أشيلها معي بأي مكان وأصور في أي وقت والحلو فيها أنه ما أحتاج أني أركب مايك فيها بحيث أني أحط مايك وأحتاج صوت أفضل والمايك اللي فيها جدا ممتاز ويلقط الصوت سواء من جهة أمامية أو أخذ فيها لحسب وضع التصوير والديدكات اللي موجود فيها هنا رح يحسب من الصوت اللي قاعدة تأخذوا الكاميرا فصراحة كاميرا جدا ممتازة وأنصح فيها بشدة حتى للناس اللي بتبدأ تصوير وبتدخل في عالم الكاميرات وتبدأ محتوى تصور فيه طيب بالنهاية بحط لكم بعض اللقطات سواء فيديو أو صور اللي صورتها من خلال هذه الكاميرا أتمنى أنكم تشوفوها وإن شاء الله تعجبكم أو أعطوني رأيكم بشكل أصح إيش رأيكم في اللقطات هذه والأداء اللي قاعدة يطلع من خلال هذه الكاميرا الصغيرة إلى هنا أنا وصلت إلى نهاية الفيديو كان معكم أخوكم مهند زاهري لا تنسى تشترك في القناة لو ما كنت مشترك وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد أول بأول ومرة ثانية شكراً لمية ألف مشترك بالقناة إن شاء الله قريب نحتفل معاكم بدرع المية ألف مشترك نشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جاي وفي أمان الله شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة